وخلينا نرجع لأرض الملعب مرة أخرى عزيزي المشاهدين ولقاء الحقيقة مع أحد اللاعبين اللي عمل تحول كبير في أرض الملعب النهاردة واللي الحقيقة ثبت وخد فرسته في مباراة النهاردة نتيجة الآخر ست سبع دقائق لعبهم في المباراة الماضية ألا وهو أحمد مهيب نورهان طمان وأحمد مهيب خلينا نشوف ألي يتفضل يا نورهان برحب بيك يا كابتن هيسة مبرحب بكل ديوفك الكرام برحب طبعا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي وبنبارك لكم وواحد واحد ولسه المشوار طويل والحقيقة احنا هنا في استاد القاهرة فرحة كبيرة جدا لكل جمهور نادي الأهلي كان موجود واحنا الحقيقة يمكن أعصابنا كانت شوية في اللحظات الأخيرة ولكن كنا واثقين أكيد في رجال النادي الأهلي كالعادة ومعنا زي ما قلت يا كابتن هيسم كابتن أحمد مهيب واحد من نجوم المباراة اليوم برحب بيك يا كابتن أحمد كابتن أحمد انت نزلت عملت تحول في المباراة يعني كلمنا بقى عن دورك وتوجيهات مستر أوجستي بوش ليك قبل ما تنزل طبعا مبدأين الحمد لله على مكسب النهاردة زي ما بتقولي اه فرحة وكل حاجة ولكن ده مطش في السيريز طويلة واحد واحد لكننا ما عمناش حاجة الحمد لله طبعا مكسب كان مهم ان في توقيت ان احنا خسدنا مطش الأولاني يدرنا ان احنا نعادل النتيجة كان مهم جدا ان احنا نكسب المرادة يعني عشان ما يخدوش ليد اتنين زيرو هيبقى الموضوع طبعا صعب بنسبة النزولي عادي يعني كلنا احنا جاهزين اي ان كان اللي ينزل مش هتفرق كلنا عارفين التعليمات النهاردة يمكن لعب بثمن او تسع لعيبة مطش اللفات مختلفين كلنا المهم ان احنا نكسب مش فرق مين اللي يلعب او اي ان كان انا بنلعب عشان نادي الاهلي بنلعب عشان نكسب المكسب يعني ده هدفنا مش الهدف ان مين يلعب او مين ما يلعبش الحمد لله يعني ربنا النهاردة وفقني يمكن في كم كورة وكنت بافتح اللعب شوية وكان فيه تعليمات من مستر روكوستي النهاردة وابتديت وكده يعني ان شاء الله نقدر ان احنا بقى ناخد الليد ان شاء الله المطش الجاي فريق الاتحاد طبعا فريق محترم خسارة بتاعت النهاردة دي مش هيعدي بالسهل اكيد عادة الفرقة اللي بتخسر بتجهز اقوى هم عندهم دافع المطش الجاي ان هم ينزلوا هيبقوا اجراسف اكتر من دلوقتي الحمد لله ان النهاردة بداية المطش كانت موفقة ادرنا ان احنا نحط الرتم بتاعنا ادرنا ان نوقفهم في الديفنس فرق معنا ترجمنا الكلام ده في الوفنس ادرنا ان احنا ناخد الليد ببوينتز كتير يمكن كان فيه دروب شوية في المطش وده يعني ده كلنا طبعا ولكن احنا اصرارنا ان احنا نكسب وان ما ينفعش ان احنا نخسر ده يعني ده امر يعني ما فوش ما فوش جدال خالص احنا يعني كلنا عايزين نكسب محدش بيتخازل فان شاء الله المطشات اللي جاية نقدر ان احنا نسعد الناس وان احنا نستحق ان احنا نكسب وانفرح الجامهير اللي انت شفتيها طبعا الجامهيرت بشكرهم جدا ان هم في ظهرنا الواحد جسمه بيأشعر من اهتفاتهم وان هم في الملعب بيدونا دفع اتمنى ان هم ييجوا ويسندونا عشان احنا بجد محتاجينهم في الفترة اللي جاية ان شاء الله كابتر احمد انا الحقيقة سعيدة جدا بجد بالعقلية اللي انا بتكلم معاها لانه الحقيقة انا شايفها يعني وعي كبير جدا لكل مجريات الامور سواء جوة الملعب او خارج الملعب انا حتى ملحيتش اسألك عن جمهور الاهلي الحقيقة لان انت بدرت وكلمتني عن جمهور الاهلي انا كنت عايز اسألك انت شعورك وجمهور النادي الاهلي رغم العدد القليل احنا كنا الصوت الحقيقة كان بيرج الصالة يعني اكيد جمهور النادي الاهلي ليه مكان خاصة خالص عنه والله هو يعني الجمهور مش بعدده وانا اعرف اللي موجود ممكن فيه ناس تتمنى ان هيك تكون موجودة اكتر ولكن اللي موجودين بيموته نفسهم واحنا لازم نووت نفسنا عشانهم فالموضوع يعني مش حاجة كل الناس فعلا بتشجع حتى البنش كل اللعيبة كلنا هدفنا واحد حتى اوه لا كله حتى الاهالي حتى المراتاتنا والولاد وكل الناس يعني بتشجع كلنا عايزين نكسب كلنا عايزين نفرح فيعني كلنا شغالين للهدف ده ما فيش حاجة اسمها مين يلعب كلنا بننكر ذاتنا مين يلعب مين ملعبش دي مش مهمة خالص بالنسبة لنا اللي بيكسب النادي الاهلي مش اشخاص فدي اهم حاجة بالنسبة لنا طبعا انا اتمنى انت تتوعدني ان انت تكسبوا اكيد المباراة القادمة وتكسبوا طبعا مجموع المباريات ولكن انا اتمنى ان احنا نكسب مكسب مرتاح بقى يعني ما يبقاش الموضوع مخيف كده يعني طبعا اتمنى ولكن ندل الانتحاد فرقة كبيرة عناصر محترمين جدا كابتن احمد عمر الجهاز اللي معاه طبعا انت بتلعب فينال دوري يعني الليد صعب بنحاول طبعا واحنا كنا اخذين الليد ولكن الضغوطات وهم مجهزين احنا ترغخينا شوية في الاداء يعني ده طبيعي وارد المهم اللي بقى عنده اسرار مين اللي يكسب في الاخر احنا النهاردة كنا ممكن لو ما كناش عندنا الهزة ان احنا يعني خلاص هما رجعوا في المطش حد اخر دقيقة واخر دقيقتين كنا يعني لو كناش مسكين في بعض ومسكين في المكسب اتوقع كان المطش هرب لكن تمسكنا في بعض تمسكنا في المكسب تنفيذ التعليمات مستر اوجستي هي دي اللي فرقت وترجمت ان احنا كسبنا تعليمات بقى هناخد من كلامك لتعليمات مستر اوجستي بوش كان هنا على الخط اعتقد يعني رجلي ده خات الملعب يعني طبعا لا متحمس وعايزنا ان احنا ننفذ التعليمات يعني دي حاجة يعني ده حاجة طبعية هو دايما يقول لنا يعني بحط رولز كده وتعليمات انا بحاول يعني على قد ما تقدروا تنفذوا التعليمات اللي احنا ان انا بطلبها منكم يعني الخطأ وارد طبعا في البسكت يعني ده حاجة طبعية ولكن انا كنت زي ما بقول يعني الاخطاء قليلة هو اللي بيكسب يعني فاحنا بنتدارك الاخطاء واحدة واحدة طبعا ده نقلنا ان احنا ماتش وعدة مكسب نفرح وكل حاجة ولكن تعادلنا تعادلنا بالضبط ولكن لازم يعني نركز في اللي جاي الحمد ماشي فرحة وكل حاجة لحد ما نوصل للأوتوبيس مفيش اي حاجة تانية نركز في اللي جاي نشوف الاخطاء اللي احنا غلطنا كتير النهاردة عفكرة يعني بغض النظر يعني النهاردة كان فيه غلطات يمكن كان فيه عدم توفيق شوية ولكن كان فيه غلطات لازم نتداركها عشان الماتشوط مش هتبقى سهلة نادي الاتحاد هيجهز اكتر وهيبقى اجراسف اكتر واسراره هيبقى طبعا عايز يكسب يعني مش هيسيبنا نكسب تلت سنين واربعد بسهولة فده حاجة مهمة جدا واتمنى من جمهور نادي الاهلي اللي هو يفضل بظهرنا زي ما هو وان شاء الله بإذن الله نقدر نفرحهم طبعا بشكرك جدا وسعادان انت طول الوقت بيكون مجود معنا على شاشة خناة نادي الاهلي بمبرك لكم وان شاء الله بس يعني ده ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله المباراة القادمة هتفرحونا وان شاء الله تاخدوا نتيجة المباريات وقلوبنا معاكم بس بتوعوش قلوبنا تاني بقى والله انا احنا عارفين وبجد حتى ممطش اللي خسرنا يعني الناس كتنتمتوقع ان احنا بقى الناس هتهجمنا كل حاجة بالعكس احنا يعني نزع لنا وكل حاجة ولكن في سبورت سبورت ده مهم جدا في تمسك الفرقة فاحنا مع بعض اما تلاقي ناس في ظهرك وبيبوش انت حتى لو انت واحش حاس ان انت دي موتيفيتد كده ومتدايق وكده بتلاقي الجمهور ده اللي وراك ومصدقك وعارف ان انت تكسب وعايزك تفرحه ده بيدينا بوش فيعني ان شاء الله ان شاء الله ان احنا نقدر نكمل سلسلة دي بإذن الله ونكسب بالدور اللي تالت سنة ان شاء الله عالتوالي شكرا ده كان لقنا طبعا مع واحد من نجوم مباراة اليوم كابتان احمد مهيب الحقيقة وجوده في الملعب ونزوله يعني بناء على رغبة مستر اوجستي بوش في وقت عصيب جدا من عمر المباراة الحياة كان فارق جدا تحدث معينا عن المباراة القادمة وان شاء الله استعداداتهم ازاي هتكون قوية للمباراة القادمة والحقيقة يعني شكر جمهور النادي الاهلي بصورة كبيرة جدا لأن الحياة كان جمهور النادي الاهلي لدور كبير جدا في فوز اليوم كابتان هيسم ده كان لقناة مع كابتان احمد مهيب شكرا لكم وعودة مرة اخرى الى الاستوديو الزميلة العزيزة نورهان طمان لقاء مع احمد مهيب بشكرك شكرا جزيرا